وصلت وزارة الداخلية حمالاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 465 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 45 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 12.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط قرابة 28 طن وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 617 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و169 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تمضبط ثلاث قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 8 طن من الأقماح المحلية